السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منهلوا النشاط العلمي للسنة الخامسة ابتدائي الوحدة الرابعة إذن لدينا اليوم الحصة السابعة حول التكاثر الخضري لدى النباتات في الصفحة أربعة وخمسة إذن ننتقل إلى الصفحة أربعة وخمسة إذن سبق أن تطرقنا للتكاثر الجنسي وقلنا لا بد من وجود الذكر والأنت لكي يتم التكاثر والتوالد ولكن هذه المرة سنتحدث عن التكاثر اللاجنسي يعني عدم ضرورة وجود الذكر والأنت فهذا يسمى إما تكاثر لا جنسي وإما نسميه تكاثر خضار إذن نبدأ كما العادة بالملاحظة والتساؤل لاحظت هند بستانية المدرسة يقوم بعملية دفن غصن شجرة وتثبيته بالتربة فتساءلت عن السبب كما هو مبين في هذه الصورة إذن يتبت البستاني هذا الغصن فعندما يعني تكبر وتنمو الساق والجدور تتفرع في الأسفل يتم قطع هذه النبتة الصغيرة عن أمها ثم يتم التكاثر إذن هذه التساؤل الذي سنطرحه لماذا يدفن البستاني غصن الشجرة في التربة إذن الافتراضات التي سنفترضها هي تبقى افتراضات لكي ينمو ذلك الغصن ويتحول إلى شجرة بالغة تشبه الشجرة الأصلية لكي تتكاثر الأشجار بسرعة إذن هذه الطريقة كتعطينا واحد تكاثر سريع للزيادة في الإنتاج الخضاري بالمردود باش يكون الإنتاج كثير مثلا إذا تعلق الأمر مثلا بالشجر الزيتون أو غيره يعني الزيادة في المردود إذن هذه بعض الافتراضات ننتقل للتحق إذن لكي نتحقق من هذا إذن أولا ألاحظ صورة صورة ورسوم الوثيقة واحد لأتعرف تقنيات يقوم بها البستاني لإكثار النباتات حفاظا على صفاتها المميزة وأعبر شفاهيا إذن هناك نشوف واحد المجموعة للطرق التي استعملها البستاني فمثلا إذا لاحظنا الصورة تطعيم الزيتون ماذا نقصد بالتطعيم فالتطعيم هو أننا كنخذ مثلا وحد يعني كنخذ واحد القطعة من فرع من فرع به براعي حل هذه ثم نتبتها في غصن لشجرة أخرى ونربطها كما هو نبيا ثم يعني ينمو ذلك الغصن ويتحول إلى فهذه الطريقة تسمى كما هو نبيا هنا إذن هذه الطريقة تسمى بتطعيم ثم بالنسبة لبي مثلا بالنسبة للصورة بي يزرع فص التوم كنخذ واحد الفص ديال التوم كنزرع في الطربة ثم نسقي يتحول ثم تنمو الجذور وتنمو الساق وتتحول إلى نبتتين بالغة هذه طريقة أخرى هل احتجنا إلى ذكر وأنت لم نحتج إلى ذكر وأنت إذن هنا هذا التكاثر كما قلنا في البداية هو تكاثر خضاري افتسال الفراولة إذن ماذا نقصد بافتسال الفراولة كما هو مبين هنا كنخذ دك الساق اللي تسمى الساق الهوائي ثم نغمرها في الطربة ثم تنمو بتجديد ثم تعطينا ساق أخرى هذه الساق تسمى الساق الهوائي إذن فهذه الطريقة يعني واحد النبتة دي الفراولة يمكن تخرج لنا عشرين نبتة أخرى بلا ما نحتاج ونحن نمشي نجيب البودور أو طريقة أخرى للإنبات إذن ورغم أنه هذه بالنسبة للفراولة هي راح تعتبر نبات زهري نبات زهري يعني كتدير الزهرة وكتحول الزهرة إلى بضرة إلى ثمرة والثمرة توجد فيها بضرة ولكن رغم ذلك فهنا يمكن أن نتكاثر بالخضر كما يمكن التكاثر بالزهري بوجود أحبات اللقاح والموبيض والمدقة كما سبق أن تطرقنا إلى ذلك إذن بالنسبة للحالة الضرع جودمور النعناع إذن هنا يكن ناخد واحد الجودمور ديال النعناع يعني فيه براعم وكنزرعه وكعطينا نعناع جديد ثم طريقة أخرى ترقيد غصن التين كناخد واحد الغصن من التين ثم كنزرعه في الطربة كنغرسه ثم نسقيه ثم تتحول إلى 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 شجرة تين كبيرة وبالغة في الصورة فعنا دارانة البطاطس كناخد واحدة الدارانة وكنزرعها أو تاني كتكون فيها براعم كنخلي واحدة كتظهر عليها البراعم إنفو كتظهر عليها البراعم كنغرسها في الطربة ثم نسقيها ثم تتحول إلى نبتة تنتج لنا البطاطس كما هو مبيان في هذه الصورة تحدثنا شفويا ثانيا أتعرف أهمية التكاثر الخضاري وفوائده بالكشف عن الغريب من بين الاقتراحات التالية بوضع علامة في الخانة المناسبة إذن هنا سنقلب على الغريب الكشف على الغريب يعني ما هو العنصر الغريب هنا لداخل إذن سرعة كبيرة في التكاثر والانتشار استقرار مميزات النوع وجوداته تحسين تنوع السلالة زيادة في الانتاج والمرضودية إذن سرعة كبيرة في التكاثر هذا وارد طبيعة الحال التكاثر الخضار يسمح لنا باش نسرع في التكاثر وانتشار للنبات إذن هذا ليس بعنصر داخل استقرار مميزات النوع وجوداته نعم إذن هذا وارد تحسين تنوع السلالة هذا هو الداخل في نظري أنا وهو الغريب الزيادة في الانتاج والمرضودية نعم إذن باستعمال هذا التكاثر أما تنوع السلالة فلا أعتقد إذن هنا سنتقل لكسيون نمیرو 3 سنقل للكسيون نمیرو 1 شاكو دون زين كاس دو تابلو pour distinguer لتكنيك دو ملتو بلتو 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 إذن هنا سنقل بلتو اللي كنين فهد الواتيق واحد وغاد نقرأ الجمل نحن 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 نفهم هذا الشيء بالفرنسية لذلك سنقل التعابير بالفرنسية لذلك مجرد 1 غوث و اونيون في السل وال ريگه لذلك هذا يعبر على B يعني نوضع واحد الفص و نسقي بلتو هذا بنسبة B نقرأ مغس برانش أبورجون يجب فقط 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 الفرع أو الجزء من الفرع أو الجزء من الفرع أو الجزء من الفرع من الفرع آخر لشجرة أخرى هذه عملية تطايم لذلك عملية تطايم تطايم تين يعني نقرأ لذلك تطايم أو نقرأ أو نقرأ أو تطايم أو نقرأ لذلك لذلك نقرأ لذلك نقرأ لذلك تطايم بحضر 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 لذلك يوجد تطايم بحضر 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 لذلك بالخطاء نقرأ بحضر 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 أو تطايم بحضر لذلك نقرأ إلى التطايم التكاثر الخضري أو اللاجنسي لدى النباتات شائع يعني شائع يعني يعني الناس يعني يستعملونه بكترى هذا والمقصود ويتم عبر عدة طرق كالترقيل والافتسال والتطعيم وزرع الدارنات والبصلات والجدامير إذن أطبق التكاثر الخضري يزيد من سرعة انتشار النباتات هل هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ نعم يعني يزيد يعني لكوان بقينا كناعتمدوا فقط على التكاثر الجنسي وعلى التكاثر بالبودور هذه تكون يعني النباتات يعني في الأرض محدودة فالتكاثر الخضري أسرع التكاثر الخضري أسرع تغير غير تبقى تأخد براعي مكة وتأخد مثلا يعني سيقان وغير تبقى تزراعها في الأرض هذا سهل سامبل وسهل جدا وكعطي نتاج دوزياما جو كوريج لأفخاز سيوانة لأم التكاثر الخضري يعني التكاثر الخضري لنباتات إثنة ربودور سيقسي إذن هنا واش تكاثر هو هاد التكاثر هو يعني جنسي لا إذن أسيقسي هادة بدنشطبو عليها وسنعود نكتبوها غير مصدر هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول تكاثر النباتات التكاثر اللاجنسي لدى النباتات من كتاب المنهل في النشاط العلمي للسنة الخامسة إذن معهدنا مع تقويم الدعم في حصة قادمة بإذن الله